اشتركوا في القناة وذلك بمناسبة فوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي قيمت خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين من فبراير الجاري وأشاد سموه للعهد في برقيته بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهوده لإنجاح البطولة ومشاركته المشرفة فيها وتوفير سموه لكافة أسباب النجاح من خلال دعمه ورعايته للبطولة مؤكدا سموه أن نجاح هذه البطولة قد ساهم في إبراز الطاقات والكفاءات الشبابية التي أثرت بمشاركتها هذه البطولة منوها سموه بدورها الفاعل في تنظيم مختلف الفعاليات كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاد الأعلى نائب الأول لرئيس لمجلس الوزراء برقيته تهنيا إلى النقيب الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس نادي أرفاع شرقي وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة الوزن المتوسط في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني وإلى المتسابق عماد حسين القفاص بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة الوزن الثقيل حيث أشهد سموه فيهما بالمستوى العالي الذي برز به كلاهما مما أهلهما للفوز متمنيا سموه لهما كل التوفيق في مشاركاتهما القادمة